لا شك أن هذه الزيارة هي مهمة سواء من ناحية التوقيت أو حتى من ناحية مدلول هذه الزيارة والأهداف والمباحدات التي سوف يجريها أنتونيو جوتيريش في ألمانيا بشكل عام برأيك ما هي أهداف هذه الزيارة ولماذا هذا الوقت تحديدا الذي تمت فيه هذه الزيارة؟ تحياتي لك همام وللسادة المشاهدين طبعا المدلول يعني توقيت الزيارة هو هام جدا يعني أريد أن أذكر بأنها ليست الزيارة الأولى لأنتونيو جوتيريش منذ انتخابه وأمين عام للأمم المتحدة عام 2016 هو قام بزيارة ألمانيا تحديدا عام 2017 والعديد من الزيارات كون بأن ألمانيا تلعب دور أساسي في مجالين قويين خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية هي أولا الأمن الصحي وثانيا أمن طبعا قوات حفظ السلام ألمانيا هي رابع ممول دولي لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام سواء في لبنان على الحدود مع إسرائيل سواء في منطقة الساحل سواء في أفغانستان دورها في ليبيا أيضا لدعم العملية السياسية وبالتالي هي ممول من ناحية المدهم جدا بالنسبة للأمم المتحدة هي تقوم تشارك أيضا بقوات في سبع إرساليات لحفظ السلام سبع بعسات للأمم المتحدة لحفظ السلام من ضمن 14 إرسالية وبالتالي في هذا الصدد لديها درهام الدور الآخر طبعا هو الأمن الصحي نتذكر بأن فرنسا وألمانيا هي أهم دولتين في مجموعة السبع التي عارض خروج أو تعليق الولايات المتحدة للتقديم وتمويل مثلا منظمة الصحة العالمية كان لديهم الدور الأساسي لمساعدة أو لحفظ الدول على دعم الأمم المتحدة وتوزيع العادل للقاح على كافة الدول بشكل عادل وخصوصا القرى الإفريقية